من المجلس التصويت على قانون بالمجمل تصويت تصويت دمت المواقع أخيرا مرر البرلمان الحليم مشروع قانون الموازنة العامة للعراق بعد تعثر طال طويلا بلغت فيه النفقات مستوى قياسيا لنحو 153 مليار دولار لكل عام مع عدز يقدر بنحو 64.36 تريليون دينار عراقي 169 مليار دينار لمشاريع البرنامج الموازنة اعتمد إقرارها على سعار برميل النفط عند 70 دولار وهي النقطة الأهمة التي توجهت لها سهم النقد باعتماد العراق كليا على النفط لسد نفقاته في ظل غياب أية مشاريع استثمارية وفي التفاصيل ذهبت نحو 37.9 مليار دولار نفقات بالموازنة لبناء البنية التحتية بينما ستذاب قرابة 58 مليار دولار لاستحداث نحو 600 ألف وظيفة جديدة المبدأ مقبول المبدأ مقبول النصبي مشكلات ميزانية ميليشي الحجد في الموازنة قفزت هي الأخرى إلى نحو 2.7 مليار دولار في ظل ارتفاع عدد عناصرها إلى 238 ألفا بزيادة قدرها 116 ألف عنصر خلال عامين فقط وهما يفتح الأسئلة بشأن الدور الذي تلعبه أمام القوات الحكومية التي لم يرتفع عددها إلا بنحو 50 ألف مقاتل فقط ثغرة أخرى لم يجد لها الاقتصاديون تفسيراً وهي الإعفاءات التي طرحت للوزارات والنواب وشخصيات الحزبية والتي وصلت لنحو 130 مليار دولار من عام 2004 إلى عام 2023 ويعتبر الاقتصاديون هذه السلفة المشطوبة نوعاً من الجرائم المالية لشرعنة الفساد ولا سيما مع عدم تقديم الوزارات إيصالات رسمية مدققة لتبيان مطارح الإنفاق من جانبه يشدد صندوق النقد الدولي أن هناك حاجة في العراق إلى سياسة مالية تكون أكثر صرامة ولا سيما أن زيادات بالرواتب ستساهم في تصاعد العدز ما لم تحدث زيادة كبيرة في أسعار النفط من عجز إلى عجز آخر تتنقل معزنات العراق المالية إذن والفاصل اليوم لغة الأرقام التي تتحدث أيضاً عن تقديم تسهيلات لمتهمين بالفساد اختلسوا أموال الدولة ثم تفاوضوا عليها وهي سابقة لا تتبعها الدول الرصينة في عملية الإصلاح التي تحولت لمجرد شعار انتخابي وإعلامي بينما يترك العراقيون لقدرهم على قوائم الفقر والبطالة أمضي المادة 25 سيد رئيس اللجنة أمضي